موسيقى وثيقة شكر من الأمم المتحدة لمصر على استضافة وتنظيم مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن أوكرانيا نجت من كارثة نووية على وقع تزايد الهجمات قرب محطة زابوريجيا في أولى مفاجآت مونديال لقطر المنتخب السعودي يفوز على الأرجنتين بهدفين لهدف الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى قدمت الأمم المتحدة وثيقة شكر لمصر على دورها وجهودها في الاستضافة وتنظيم المميز لمؤتمر المناخ كوب 27 بشارم الشيخ وأشارت الأمم المتحدة إلى المشاركة الدولية الواسعة خلال المؤتمر بحضور نحو 66 ألف شخص كما لفتت إلى حرص الدولة المصرية على قيادة وتعزيز المشاركة الإفريقية في القمة والتي شارك فيها أكبر متوسط أعداد في الوفود الإفريقية في تاريخ قمم كوب وأكبر متوسط حجم للوفود المسجلة للدول الجزرية الصغيرة والنامية والبلدان الأقل نوانا وأشارت الأمم المتحدة إلى تميز قمة كوب 27 عن العديد من القمم السابقة بالانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ حيث نجحت الجهود المصرية في التوسط بين الدول الأطراف للوصول إلى اتفاق تاريخي بشأن التمويلات المخصصة لمواجهة أثار التغيرات المناخية بما يخدم مصالح جميع دول العالم خصوصا الدول الأفريقية والنامية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نشاط وزارة التعاون الدولي في اطار فعليات مؤتمر كابا 27 والذي اختتم فعلياته في مدينة شرم الشيخ مؤخرا قدمت وزيرة التعاون الدولي نتائج لقاءاتها المكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز أرط أطر التعاون المشتركة ودفع رؤية التنمية الوطنية وجهود تحول الأخضر في مصر كما أشارت إلى نتائج جهود حجد التمويلات الإنمائية الميسرة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتوضيد الشراكات بين مصر وشركاء التنمية من أجل تحفيز رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أستاذ إكرام دكتور إكرام بعد التحية إشادة جديدة وموثقة من قبل الأمم المتحدة على حسن استضافة مصر لمؤتمر المناخ رؤيتك لهذه الوثيقة وثيقة الشكر والتقدير من قبل الأمم المتحدة لدور مصر وجهودها في الاستضافة وأيضا في تنظيم المميز للفعاليات الخاصة بكوب 27 أهلا بحضرتك وأستاذ الشهدين هو طبعا حدث دولي هام اللي هو مؤتمر مناه كوب 27 والاستضافته مصر الحقيقة ونظامته وبحضور وفود وقادة ودعماء دول عديدة اللي هي الدول الأعضاء في الاتفاقية الإثارية للأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية وده بتزيد عن 150 دول تنظيم مصر لهذا المؤتمر وإخراجه على هذا النحو حاز درجة كبيرة من الإشادة على مستوى الدول سواء من الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أو من قادة وزعماء العالم وله المؤتمر الحقيقة بيعكس المقدرة التنظيمية بمصر بيعطي رسائل للعالم الحقيقة عن الأمن والاستقرار اللي بتتمتع بمصر من جوانب اللحمية لهذا المؤتمر أنه لم يقتصر فقط على التوصيات وإنما هناك سياسات وهناك برامج وضعت موضع التنفيذ يعني على سبيل المثال صندوق الخسائر والأضرار والخاص بتعويض الدول النامية عما تتحمله من حسار تلبية نتيجة للتغيرات المناخية دي ينظر إليها من جانب العالم باعتبارها يعني علامة فارقة في مسيرة الإنساني نعم وطبعا كان فيه إشهادة بدور مصر بأن لولا الدور المصري في العمليات التفاوضية وفي أعمال المؤتمر لما أمكن الوصول إلى هذه النتيجة الهم فيه أيضا إشهادة من مسؤولين دوليين ومن زعماء الدول شوفنا كان فيه إشهادة من الرئيس الأمريكي بايدن في أثناء المؤتمر بمصر ودورها وأشار إلى أن مصر هي أم الدنيا وهي الأنسب لعفر هذه القمة كان فيه أيضا إشهادة من سيد جون كيري المبعوص الرئاسي الأمريكي للمناخ وأيضا سيد الأمين العام للأمم المتحدة اللي وجه الشكر لمصر على التنظيم الرائع لقمة المناخ كوب 27 وعديد من المسؤولين الدوليين الحقيقة وقادة الدول إشهاد بدور مصر وتنظيمها لهذه القمة الهمة ولهذا المؤتمر الذي سنعكس أثاره الإيجابية على العالم ككل دكتور إكرام أرقام قياسية حققتها كوب 27 في شرم الشيخ في هذه الدورة الاستثنائية وهي التي تحمل عنوان معا للتنفيذ سواء من حيث المشاركة أو حتى على مستوى المضمون والمخرجات رؤية حضرتك لهذه النقطة طبعا هو فيه اللي وحنا نتكلم عن مخرجات المؤتمر فهي مخرجات هامة وفيه جوانب متعددة الحقيقة ومحاول متعددة يعني سواء منها ما يتعلق بالبيئة والمناخ سواء الجوانب الاستراضية الجوانب السياسية يعني إضافة أيضا حضور العديد من قادة وزعماء العالم ومنهم الرئيس الأمريكي بايدن والدعماء الدول والمناقشات التي ضارت في هذا الإطار كل ده الحقيقة له دور مهم ولو أهمية كبيرة وبيعكس خلينا نقول الثقل المصري وثقل الدور المصري ليس فقط على مستوى الإقليم وإنما أيضا على مستوى العالم وحنا شوفنا أن مصر بتهتم بقضايا يعني غارزة وتحديات بيتعرض لها العالم تأكيد يعني شوفنا اهتمام مصري كبير بالإرهاب الاهتمام بالهجرة غير المشروعة ثم الآن الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وهي قضية بتهدد كوكب الأرض ككل صحيح مصري لها دور كبير في هذا الإطار وفي مواكهة هذه الفضاء وعشان كده كان فيه إشهادة كبيرة من العالم من وسائل الإعلام وإنقابة الدول والمسؤولين الدوليين بالدور المصري في هذا الإطار نعم أشكر جزيل الشكر دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة جزيل الشكر على هذه المشاركة تحت رعاية سيد انتصار السيسي تستمر وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة في تلقي طلبات التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2022 كانت وزارة الثقافة قد أعلنت خلال أكتوبر الماضي فاتحب بالتقدم للجائزة للفئتين العمريتين من سن 5 حتى 12 عاماً ومن سن 12 عاماً حتى 18 عاماً في مجالات الأداب والفنون والغناء والإبداع والابتكار هذا وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشوع قانون مقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون المسئولية الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنتين شؤون الصحية وشؤون الدستورية والتشريعية يجرم القانون الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ويحمي الطبيب والمنشآت الطبية من التعدي يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المتواصلة بالارتقاء بمنظومة القطاع الصحية في مصر استقبل مجلس النواب وفدا طلابيا من عدد من المعاهد وذلك لرفع الوعي الشبابي وطلابي بواقع العملية الشرعية والحياة السياسية في مصر وتم تنظيم جولة انتفقدية للطلاب دخل أربقة المجلس شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس كما حضر الوفد الطلابي جانبا من الجلسة العامة للمجلس للتعرف عن قربنا على الدور المنوط بمجلس النواب وآليات المناقشات قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي يرافقه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة بجولة تفقدية لمقر القيادة الاستراتيجية أشهد الفريق الأول محمد زكي خلال هذه الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآة القيادة الاستراتيجية وفقا للمدة الزمنية المخططة مؤكدا حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية في شتى المجالات ومؤكبة التقدم العلمي والتقني لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات بما يسهم في تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة العسكرية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 652 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت ألف وخمسة أطنان وفي مجالي حجب السلعي الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تم ضبط 71 طنان وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمية تم ضبط 848 طنان كما تم ضبط 86 طنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 924 قضية من بينها 171 قضية خبز نقص الوزن و167 قضية خبز غير مطابق للمواصفات نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص الدعم التمويني تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية شدد المركز على انتظام صرف المقرارات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم والبال قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية دون أي اقتطاع أو انتقاس بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيها ويستفيد بها 10.5 مليون أسرى مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 من يونيو المقبل أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة العربية سوف تحتضن اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين بالتعاون مع الأمم المتحدة في 6 ديسمبر المقبل لدعم الصمال وذلك في إطاري أزمة جفاف غير مسبوقة تشهدها البلاد موزوع عقود في ظل شح الأمطار والتي يعتمد عليها ملايين البشر جاء ذلك في مؤتمر صحفي للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بمقر الجامعة وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن إدراك الجامعة العربية لصعوبة الموقف دفعها للدعوة لاجتماع شامل يضم كل الأطراف الفاعلة في الصمال واستنهض كافة الأطراف للقيام بدور أكبر والمنظمات العربية بحيث يكون تركيزه على ثلاثة مجالات رئيسية وهي الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة التعاون لحفظ سيادة البلاد ورفض الانتهاكات المتكررة على أراضيها شدد السوداني خلال لقائه رئيس إقليم كردستان العراق على أهمية وحدة المواقف على المستوى الوطني وضرورة التكاتف وتنصيق لمواجهة تحديات التي تواجه العراق وتأمين الحياة الكريمة لمواطني كما أكد شياع السوداني التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة بما يضمن حقوق الجميع دعا رئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي حلف الناتو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية التي يمكن أن تضمن وبشكل موثوق السلام والعدالة لبلاده وللمجتمع الأوروبي كما وجه زيلانسكي الشكر للجمعيات البرلمانية للناتو والتي تبنت قرارات لدعم موقف بلاده لقد دعوت حلف الناتو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية التي يمكن أن تضمن بشكل موثوق السلام والعدالة لأوكرانيا والمجتمع الأوروبي بأكمله كما دعوت جميع برلمانات الدول الأعضاء في الناتو إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن إعلان روسيا دولة إرهابية أعتقد أننا سنصل إلى هذه النتيجة تدريجيا هذه هي الطريقة التي ستظهر بها روسيا في العالم وأشكر جميع أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو الذي تبنى القرار المتعلق بالأمر لدعم هذا الموقف ومواقفنا الأخرى قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن أوكرانيا نجت من كارثة نووية على وقع تزايد الهجمات قرب محطة زابوريجيا تبدلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولي عن ما لا يقل عن 12 انفجارا قرب المحطة التي تغضع للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسط تبادل للاتهامات بين موسكو وكييف حول قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذيراتها من وقع كارثة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الوكالة الدولية في تقريرها عقب تفقدها الأضرار التي لحقت بالمحطة نتيجة القصف الذي لم تتحدد الجهة التي تقف وراء أكدت نجاة أوكرانيا من كارثة النووية بعد أن سقطت بعض القذائف بالقرب من مفاعلات المحطة وتضرر مبنى لتخزين النفايات المشعة التقرير كشف أيضا وقوع أضرار واسعة النطاق في محيط المحطة دون الإضرار بالأنظمة الأساسية والمعدات الرئيسية مؤكدا أنه لا توجد مخاوف تتعلق بأنظمة الأمن والسلامة النووية لكن ما زالت المخاوف قائمة خاصة أن الهجوم الأخير وقع على بعد عدة أمتار وليس كيلومترات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائل جروسي بدوره دعا زعماء العالم إلى القيام بدور فعال وعاجل لإنشاء منطقة آمنة من أجل السلامة والأمن النووية حول محطة زابوريجيا القصف المتكرر للمحطة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثار الكثير من المخاوف بشأن وقوع كارثة خطيرة في البلاد والتي عانت من أسوأ حادث نووي في العالم عقب انفجار محطة تشيرنوبل في عام 1986 موسيقى صدق مجلس الشيوخ الأسرالي على اتفاقياتين ثنائيتين لتجارة الحرة مع الهند وبريطانيا وتعتبر لتفاقيتان حسمتان بالنسبة لأستراليا لتحويل صادراتها من السوق الصينية إلى الهند بالإضافة لحاجة بريطانيا إلى إقامة علاقات تجارية ثنائية جديدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي يقر نهج الحكومة في التجارة بأن المرونة الاقتصادية لأستراليا تعتمد على علاقات تجارية عالمية مفتوحة إن السعي لمزيد من التجارة وليس أقل هو إحدى ركائز بناء المستقبل الاقتصادية الذي نريده في أستراليا بوظائف آمنة مرتفعة الأجر واقتصاد تنافسي دولي مفتوح مدعوم بطاقة نظيفة وسوف تساعد لاتفاقيات التجارية مع الهند والمملكة المتحدة بلادنا على بلوغ كامل إمكاناتها الاقتصادية ومن لندن معنا ينضم إلينا الدكتور أحمد يسين المحلل الاقتصادي يعني دكتور أحمد وبعد التحية كيف تقرأ تصديق مجلس الشيوخ الأسترالي على اتفاقياتين حاسمتين لتجارة الحرة مع الهند وبريطانيا وتحويل إذن أصادرات من السوق الصينية إلى الهند بالتأكيد مثل هذه التطورات تعكس أهمية كبيرة جدا خاصة بالنسبة لبريطانيا الخارجة من الاتحاد الأوروبي والتي إلى الآن لم تستفيد من هذا الخروج يعني هي ما زالت تنتظر أن تحصد نتائج خروجها من الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضا تفعيل الاتفاقيات العديدة التي تتجاوز الستين اتفاقية للتجارة الحرة ومن بينها مع الهند وأستراليا لذلك تفعيل مثل هذه الاتفاقية بالتأكيد تمثل أهمية كبيرة جدا خاصة وأن الهند وأستراليا يعني اقتصادان متطوران الهند عاليا الاقتصاد الهندي يسجل نسبة نمو جيدة جدا وبالتأكيد من خلال هذه الاتفاقيات سيكون بمقدور بريطانيا التعويض عن خسارتها للسوق الأوروبية المشتركة في ضوء العراقيل الأوروبية التي مزالت المفوضي الأوروبية تضعها في طريق بريطانيا لاستمرية علاقاتها التجارية مع السوق الأوروبية المشتركة والمشاكل العالقة في مقدمتها اتفاقية بريتوكول شمال أرلندا لذلك مثل هذه الاتفاقية هي بالتأكيد في المسار الصحيح بالنسبة لكل من بريطانيا والهند وأستراليا أيضا نعم إذن كيف تقرأ التحرك الاقتصادي البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي بسبب الوقود وخلافه يعني واقعيا بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي في فترة زمنية حريجة جدا يعني بعد استكمال عملية الخروج وتوقيع اتفاقية لبريكزيت حوالي شهر أو شهرين واجهت بريطانيا وبعض الاقتصادات العالمية تدعيات انتشار فيروس كورونا واجراءات الاغلاق التي كانت جدا صارمة وحدة في بريطانيا والتي انعكست في متعب اقتصادية كبيرة جدا وتدخل مباشر من قبل الحكومة البريطانية لمساعدة الموظفين والشركات لذلك لم تتمكن بريطانيا من تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة والاستفادة من خروجها من الاتحاد الأوروبي بعد انتشار فيروس كورونا والتغلب على التدعيات الاقتصادية واجهت بريطانيا كذلك كباقي الدول الأخرى تدعيات الأزمة الأوكرانية وإلى الآن هذه التدعيات مزارة قائمة ويعني تسقل كاهل الاقتصاد العالمي بمشاكل عديدة ترتبط بالأمن الغذائي وترتبط أيضا بارتفاع أسعار الطاقة ونعكاساتها في ارتفاع مستوى التضخم يعني كل هذه المشاكل والقضايا أعاقت بريطانيا في قدرتها للاستفادة من خروجها من الاتحاد الأوروبي هناك فوائد كبيرة جدا ما زالت تنتظر بريطانيا لتفعيلها والاستفادة من هذا الخروج لأن الاتحاد الأوروبي كتكتل الاقتصادي إذا صح التعبير هناك الكثير من العيوب والنواقص لمثل هذا التكتل بالتأكيد لا يمكن أن ينعكس إجابا على بريطانيا وخاصة باقي الدول الأخرى التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي ولكنها خارج منطقة اليورو وهذا بالتأكيد ما نشهده حاليا من قبل الدول الأوروبية من خلال سنضيق الاقتراع التي كلها يعني تأخذ الأوروبيين إلى واقع بعيد جدا عن الاتحاد الأوروبي وإستراتيجيته كما شاهدنا في إيطاليا وسويد وحتى في فرنسا يعني حزب الرئيس ماكرو خسر الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة إذن يعني كيف تقرأ دكتور أحمد السيناريو القادم للدول الاتحاد الأوروبي اقتصاديا بعد خروج بريطانيا والتزامها بعقد العديد من الاتفاقيات السنائية مع الدول الأخرى تعويضا لأصحاب المصالح الاقتصادية البريطانيين وتعلم بالطبع بأن بريكزيت كانت النسبة متقاربة بين من وافق عليها ومن رفضها فإذن كيف تقرأ السيناريو القادم لدول الاتحاد الأوروبي يعني قبل الإجابة على هذه السؤال دعيني أوضح نقطة أساسية أنت ذكرتها في صيغة سؤالك بأن استفتاء 2016 استفتاء البريكزيت نعم كانت النتيجة متقاربة ولكن هنا يجب علينا أن نذكر بانتخابات عام 2019 الانتخابات التي فاز فيها بوريس جونسون بأغلبية ساهقة في البرلمان البريطاني وتلك الانتخابات كانت تسمى واقعيا بانتخابات البريكزيت لأن بوريس جونسون هو الذي قاد بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وعندما يعني يحقق حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون مثل هذه الأغلبية الكاسحة في البرلمان هذا يعني واقعيا بأن تلك الانتخابات كانت تعكس رغبة البريطانيين وكانت النتيجة كاسحة يعني حوالي 80 مقعدا في البرلمان البريطاني كأغلبية لحزب المحافظين بالنسبة حاليا للاقتصادات الأوروبية بالتأكيد تعكس مشهد سوداوي والمرحلة المقبلة سوف تزيد هذا المشهد سوداوية وخطورة لأن أوروبا واقعيا فقدت عامل الأمان والاستقرار في أحد أهم قطاعاتها وهو قطاع الطاقة يعني قطاع الطاقة يرتبط بشكل أساسي بسلع أساسية وهذا ما يفسر ارتفاع مستوى الضخم إلى هذا المستويات القياسية العالية وطالما أن الأعمال التخريبية التي وقعت في خطي نوردستريم واحد ونوردستريم اثنين لذلك أصبح من المستبعد حاليا العودة للاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي الذي كان يأتي الأسواق الأوروبية آمنا ومستقرا وكذلك أيضا تكلفة رخيصة جدا حاليا القارة الأوروبية تدفع ما يزيد عن خمسة أضعاف ما كانت تدفعه للغاز الطبيعي الروسي بالإضافة إلى أن الغاز المسال الآتي من أمريكا وباقي الدول الأخرى هو غير مستقر وكذلك أيضا متغير في أسعاره ومتغير أيضا في وجهته ووضحت الصورة الدكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك الحديدية عن العمل في الوقت الذي بدأت فيه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تهدأ في الولايات المتحدة وتنفس الرئيس الأمريكي جو بايدن السعداء بعد انتخابات التجديد النصفي الأخيرة يأتي تهديد عمال السكك الحديدية بالإضراب في مختلف أنحاء البلاد ليعكر صفوة تلك الأجواء ويضع بايدن والديمقراطيين أمام مأزق جديد مسؤولون أمريكيون نقابيون أكدوا أن الولايات المتحدة تستعد لإضراب عمال السكك الحديدية الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على اقتصاد البلاد وذلك عقب تصويت واحدة من أكبر نقابات السكك الحديدية بالرفض على اتفاق المطالب المبدئية للعمال الذي توسط فيه البيت الأبيض اتحاد النقل الموحد الذي يمثل عمال السكك الحديدية والحافلات والنقل الجماعي وخطوط الطيران في الولايات المتحدة رفض الاتفاق المبدئي لمطالب العاملين بالسكك الحديدية وذلك لتفاقم أسباب الخلاف حول نظام الحضور والإجازات المرضية ويطالب العمال بالحصول على ضعف أجورهم وتطبيق سياسات حضور أكثر مرونة بجانب مزايا أخرى في اتفاق وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه فوز لعمال السكك الحديدية ووفقا لجمعية السكك الحديدية الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يخسر نحو ملياري دولار يوميا في حال أضرب عمال السكك الحديدية عن العمل وهو ما سيؤدي إلى إغلاق قطاعات كبيرة من خدمة القطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وبموجب قانون العمل بالسكك الحديدية لعام 1926 يتمتع الكونغرس بسلطة إجبار النقابات وشركات السكك الحديدية على التحكيم الملزم وهو ما يعني منع أو وقف أي إضرابات في السكك الحديدية قدمت الحكومة اليونانية إلى البرلمان مشروع موازنة لعام 2023 سيكون الأول بدون وصية للدائنين للبلاد منذ 12 عاما وكانت اليونان التي خرجت من خطط المساعدة المالية عام 2018 ما زالت تخضع لرقابة مشددة من دائنيها للتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين كانوا يراقبان تنفيذ الإصلاحات المعودة وشؤون البلاد المالية بعيدا من وصية الجهات الدائنة قدمت الحكومة اليونانية إلى البرلمان مشروع موازنة تاريخيا لعام 2023 لأنه سيكون الأول بدون وصية للبلاد منذ 12 عاما اليونان التي خرجت من خطط المساعدة المالية في عام 2018 كانت لا تزال تخضع لرقابة مشددة من دائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين كانوا يراقبان عن كثب تنفيذ الإصلاحات المعودة وشؤون البلاد المالية وزير المالية خريستوس تاكوراسا وصف الموازنة بالتاريخية وأكد عودة البلاد إلى الوضع الأوروبي الطبيعي وعلى الرغم من هذا التفاؤل إلا أن مشروع الموازنة يواجه اضطرابات تهز الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وزير المالية اليوناني أشار إلى أن المخاطر المتعلقة بتوقعات الاقتصاد الكلي على المستويين الوطني والعالمي للعام 2023 مرتفعة وترتبط بشكل أساسي بالتحديات الجيوسياسية مسلطاً الضوء على استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وشروط إمدادات الغاز في أوروبا بالإضافة إلى السياسة النقدية الأوروبية هذا ومن المفترض أن تصل نسبة النمو في اليونان إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل في انخفاض مقارنة بالمسودة الأولية للموازنة التي تم نشرها مطلع أكتوبر وراهنت على معدل 2.1% نفى وزير النفط الكويتي بدر الملة وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف أوبيك بلاس زيادة إنتاج النفط في اجتماعه القادم شدد وزير النفط الكويتي على حرص بلاده على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط وكانت السعودية والإمارات قد نفتا في وقت سابق ما جاء في تقرير لصحيفة وولستريت جورنال حول وجود نقاشات بشأن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في اجتماع أوبيك بلاس القادم في الرابع من ديسمبر أكد رئيس الروسي فلادمير بوتين انفتح بلاده على التعاون مع الشركاء الراغبين في العمل مع روسيا كذلك خلال كلمة بوتين في مرسم رفع العالم الروسي على كاسحة الجليد النووية أورال وإطلاق كاسحة ياقوتيا كيسان فترسبرغ وذلك عبر تقنية فيديو كونفرنس وخلال كلمته شدد الرئيس الروسي على أهمية تطور بلاده في مجال صناعة السفن وتعزيز موقعها كدولة عظمى في تصنيع كاسحات الجليد التقى وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن في كامبوديا نظيره الصيني ويفينغ وذلك على هامش مؤتمر لوزراء دفاع دول رابطة آسيان خلال هذا اللقاء أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تريد إنشاء شراكة استراتيجية شاملة مع دول رابطة آسيان في حين رد وزير الدفاع الصيني بالقول إن بلاده تأمل في أن تتبنى واشنطن سياسة منطقية وعملية تجاه بكين تعيد العلاقات إلى المسار الصحيح التوترات المتصعدة بين واشنطن وبكين ما زالت على حالها رغم جهود مشتركة من مسؤول البلدين للتهدئة وزير الدفاع الأمريكي الويد أوستن التقى في كامبوديا نظيره الصينية ويفينغ على هامش مؤتمر لوزراء دفاع دول رابطة آسيان لقاء رفيع هو الأول على هذا المستوى منذ يونيو الماضي قبل أن تثور حفيظة بكين بسبب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان وخلال اللقاء أكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تريد إنشاء شراكة استراتيجية شاملة مع دول رابطة آسيان في حين رد وزير الدفاع الصيني بالقول إن بلاده تأمل في أن تتبنى واشنطن سياسة منطقية وعملية جاه بكين تعيد العلاقات إلى المصار الصحيح وأشر إلى أن حل قضية تايوان مسألة تخص الشعب الصيني وليس من حق أي قوة خارجية أن تتدخل هذا وطغى على لقاء أيضا ملف كوريا الشمالية الذي شهد تصعودا مؤخرا مع اتهامات أمريكية لروسيا والصين بعرقلة اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراءات ردا على تجارب إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية خلال الفترة الأخيرة وأدانت بشدة أربع عشرة دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند إطلاق كوريا الشمالية صاروخا سقط قرب السواحل اليابانية ولتهدئة السجال الأمريكي الصيني عقد الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني الشي جينبينغ منتصف هذا الشهر اجتماعا استمر ثلاث ساعات على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي في أول لقاء مباشر بينهما حيث تم التجديد على ضرورة بقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين لإبقاء التوترات القائمة بينهما تحت السيطرة اتهمت كوريا الشمالية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني سياسة تنمو عن الزواجية في المعايير فيما يتعلق باختباراتها صاروخية وقالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قالت إن مجلس الأمن عقد اجتماعا بشأن تجربة البلاد الصاروخية كما وصفته بأنه استجزاز سياسي خطير وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات فائقة القوة للرضي على أي مساس بحقوقها السيادية وضفت شقيقة زعيم كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة ستويجب أزمة أمنية أكبر كلما زاد إصرارها على اتخاذ إجراءات عدائية سجلت العاصمة الصينية بكين عددا قياسيا من الإصابات الجديدة الجديدة بكورونا وذلك وسط قيود صارمة عاد السكان على إثرها إلى التعليم والعمل عن بعد فيما أغلقت العديد من المطاعم تم تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة على مستوى البلاد ليقترب العدد من أعلى مستوى يسجل منذ ظهور هذا الوباء سجلت مقاطعة جوانجدونج ومدينة شونجشينج أكثر من 16 ألفا وستة ألافا وثلاثمائة إصابة على التوالي وذلك بحسب السلطات الصحية وتتمسك ثاني قوة اقتصادية في العالم بسياسة صفر كورونا بتدابير إغلاق وعمليات فحص حجر صحي واسعة النطاق للسيطرة على تفشي هذا الوباء وهي سياسة نجحت في المراحل الأولى من انتشار هذا الفيروس لقي 36 شخصا مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء حريق شباه في مصنع بمدينة أنيانج بمقاطعة خنان الصينية ذكرت وسائل إعلام صينية أن فرق الإطفاء أرسلت 63 عربة إلى مكان الحدث لسيطرة على الحريق كما أفادت بأن عمالا يشتبه بأنهم استخدموا معدات اللحم بشكل مخالف للقواعد تسبب باندلع الحريق تفاقد رئيس الإندونسي جوكر ويدودو مدينة سيانجار في جزيرة جاوا والتي تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة وبلغت شدته 5.6 درجة على مقياس رختر وذلك من أجل طمأنط المواطنين على استجابة الحكومة في الوصول إلى المحتاجين تعهد ويدودو بإعادة بناء البنية التحطية بما في ذلك الجسر الرئيسي الذي يربط مدينة سيانجار بالمدن الأخرى بالإضافة إلى تقديم مساعدات للمدارين كان الزلزال قد أسفر عن مصري 268 شخصا وإصابة 1380 آخرين نظامت هيئة المحطط النووية لتوليد الكهرباء الاحتفالية السنوية الثانية العيد الطاقة النووية تحت رعية الرئيس السيسي يأتي العيد السنوية لطاقة النووية تعبيرا عن الانطلاقة الحقيقية لمشروع مصر القومي للمحطط النووية والذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا للتحادية في 19 نوفمبر عام 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي نظمت هيئة المحطط النووية الاحتفالية السنوية الثانية للطاقة النووية والتي تأتي تعبيرا عن الانطلاق الحقيقية لمشروع مصر القومي للمحطط النووية ويوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية لإنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية وهي محطة الضبع النووية المحطة يعني مصممة على أعلى درجات الأمان ودي دخل في منظومة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وهي أيضاً من ضمن مزيج الطاقة يعني حركة عارفة احنا اشتغلنا في سنة 2014-2015 وكان فيه تحديد لمزيج الطاقة بنعتمد على الطاقة النووية بنعتمد على الطاقة الجديدة المتجددة وطبعاً الطاقة الاحفورية بقدر معين وحنا حتى زي من شايف نحنا بنعظم أو استخدامات كمان للطاقة المتجددة الحقيقة الطاقة النووية هي طاقة نظيفة بتحافظ على البيئة بتقع في قلب التنمية المستدامة تماماً الحقيقة بتحافظ على البيئة لأنها بتقل من بعثات الكربونية يمكن الطاقة النووية هي انبعستها الكربونية أقل من الطاقات الأخرى هي تتساوى فقط مع طاقة الرياح لكن هي أقل كثيراً من الطاقات الأخرى التي يمكن مقانتها بيها طاقة مستدامة الاحتفالية أقيمت بمشاركة عدد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وتضمنت الاحتفال بتخريج الدفع الأولى من مدرسة الضبع النووية وذلك احتفاءاً بيوم تاريخي يعد بمثابة بداية للمشروعات النووية على أرض مصر أهمية الحدث تكمل فيه ان احنا بقى مصر حطت الليبانات الأولى للمشروع النووي المصري تحت قادة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والنهاردة العيدة التانية للطاقة النووية فاندم ان احنا بدأنا فعلاً هيئة المحطات النووية في الصبة الخرصانية الأولى والتانية في هذا العام والنجاح الحقيقي ان احنا بدأ مصر تملك طاقة بشرية عالية جداً كانت متمثلة النهاردة الحقيقة في الخريجين الجدد من مدرسة الضبع النووية مدرسة الضبع النووية هي مدرسة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط هي مدرسة نظامها خمس سنين بيتم الاتحاق بها بعد الاعدادين بشارة وعلشان الاتحاق اللي هي فيها شروط في شروط طبعاً في الدرجات وغير كده فيه اختبارات كتيرة عملناها في كلها في النهاية العسكرية وجودي في مدرسة الضبع النووية كانت فرصة كبيرة جداً لها كطموح شخصي لان هي بتمزج بين الطابع العملي والطابع العلمي فدي خبرة كبيرة جداً لأي شخص يحب ان هو يكون عنده خلفية عن مجالها ويحبه هو تخصي الميكانيكا وفي الاول انا كان فعلاً تخصصي اللي انا حبه هو ميكانيكا فلما دخلت المدرسة تخصصته على مدار الدراسة خلال الخمس سنين قدر ان احنا نستفيد بكم كبير جداً من المعلومات والخبرات على المستوى العملي والعلمي التحقي بالمدرسة اضاف ليه كتير طبعاً لاني بقيت جزء من اول مشروع نووي مصري انا اول فريق من ضمن اول فريق هيشتغل في المشروع ده وان شاء الله كن قادر ان انا نضيف يعني للمشروع زي ما المشروع ضاف يلعب مشروع انشاء محطة الضبع للطاقة النووية دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية والتكنولوجية بما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة ويحقق قاعدة كبيرة من اجل تنمية مستقرة ومستدامة لعقود قادمة جرمين ابراهيم التلفزيون المصري وللمزيد عن تنظيم هيئة المحطة النووية لاحتفالية سنوية ثانية للطاقة النووية مع زميلة جرمين ابراهيم مراسلة التلفزيون المصري نعم بعد التحية نتابع معكم من مركز المنارة للمؤتمرات الاحتفالية التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق هيئة المحطات النووية احتفالاً بالعيد السنوي الثاني للطاقة النووية والذي يأتي تعبيراً عن الانطلاق الحقيقية لمشروع مصر قومي للمحطات النووية ويوافق اليوم الخاص بتوقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية لإنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية وهي محطة الضبعة النووية الاحتفالية بدأت صباح اليوم بحضور عدد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وتضمنت فقرات فنية وأيضاً تقديم وعرض فيلم تسجيلي عن محطة الضبعة النووية إلى جانب الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة النووية إذا تحدثنا عن محطة الضبعة النووية ومشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والجاري العمل عليه فهو يعد مشروع هام للدولة المصرية ويتضمن إنشاء أربع وحدات من المفاعلات النووية بطاقة 1200 ميجاوات لكل وحدة ويساهم المشروع في توطين الصناعة التكنولوجية النووية في الصناعة المصرية عن طريق زيادة نسبة التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة يتم تصنيعها في هذا المشروع وذلك طبقا لخطة موضوعة مما سيحدث نقلة كبيرة في جودة الصناعة المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية عن طريق الالتزام بمعايير جودة عالية في تصنيع كل مكونات المفاعلات النووية هذه الاحتفالية اليوم تأتي تعبيرا عن أهمية هذا المشروع والذي يلعب دورا هما في الحياة التكنولوجية وأيضا الحياة الصناعية ويعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة بما يحقق قاعدة كبيرة من أجل تنمية مستدامة ومستقرة لعقود قادمة أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو تلقى وزير الموارد المائية والريها نيسوي لما تقريرا يستعرض موقف مشروعات الوزارة بصعيد مصر شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عزيدة بمختلف المحافظات خاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توثير حياة كريمة للمواطنين أوضح الوزير أنه يجري العمل الآن على تنفيذ 236 مشروعا بمحافظات الصعيد تشمل أعمال تأهيل ترع ومساق ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري والحماية من أخطار السيول وحفر الآبار الجوفية والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية وتأهيل وتجديد محطات الرفع وحماية جوانب نهر النيل قام محافظ القهرة خالد عبد العال بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء المقتم والبستين والمعادي تفقد المحافظ عددا من المحاور الجديدة التي تقوم الدولة بأقامتها لربط محاور شرق القهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية وأكد محافظ القهرة خالد عبد العال أن هذه الأعمال لا تستهدف تحقيق السيول المرورية بالعاصمة والتي ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة قدمت القافلة الطبية خدماتها لما يقرب من 1700 مواطن بقرية البغادة التابعة لمركز ومدينة القصصين بمحافظة الإسماعيلية وذلك على مدار يومين ضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمة تنظيم الأسرة بجنب خدمة الأشعة كما ضمت القافلة معملا للتحاليل وصيدلية تضم 85 سنفا دوائيا وتم تقديم الخدمات الطبية والأدوية بالمجان القافلة فيها معظم التخصصات الطبية البطنة الجراحة الأنف والأذن الجلدية تنظيم الأسرة بجانب معايا معمل دم وطفاليات ومركز للأشعة معايا سيدلية تحتوي على 98 صنف من الآلاج والصرف بالمجان في حالة وجود أي حالات محتاجة حالات لتخصصات أخرى بيتم التنظيم مع مؤسسة حياة كريمة للمجمع الطبي والمستشفات الجمعية استعدادا للمرحلة الثانية من حياة كريمة تم عقد وحوار مجتمعي ولقاء جمهرية حاشدة بقرية الحواويش بسهاجة ثالث جلسات الحوار المجتمعي للمؤسسة بقرى مركز أخميم وتغطى للاستماعي لأراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في جميع القطعات استهدف الحوار المجتمعي شرحا لمشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية كما يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة في قرية شتورة دائرة مركز طهطة جرى خلال هذا اللقاء الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم لضمها إلى المرحلة الثانية من حياة كريمة والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرى أكد مرك وزير البترول طارق الملا أهمية التركيز خلال الفترة الحالية على توسع وزيادة خطوط الإنتاج وقدرات تصنيع المضخات محليا وذلك في ظل الفرص المتاحة بقطاع البترول والغاز وتنامي مشروعات القطاع وأنشطته كذلك خلال لقاء وزير البترول مع رئيس إحدى الشركات الألمانية في مجال صناعة المضخات لبحث سبول دعم وتعزيز أنشطة التصنيع المحلي للمضخات من خلال الشراكة القائمة بين قطاع البترول والشركة في مصنع المصرية الألمانية للمضخات بالسويس أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مشروع مجمع مصنع الرمال السوداء يستهدف إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتوفير عملات أجنبية بتصدير الفائد إلى جانب تطهير الشواطئ المصرية من المواد المشعة الضرة وكذلك توفير 5000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتطوير البنى التحطية الحيوية جاء ذلك في تقرير نشره مركز المعلومات بعنوان مجمع مصنع الرمال السوداء في مصر الأحداث من نوعه في العالم واستعرض التقرير وأبرز المعلومات عن مشروع مجمع مصنع الرمال السوداء في مصر في سوق المال أنهت البرصة المصرية تعاملات الجلسة منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية وذلك وسط تدولات مرتفعة وقد ربح رأس المال السوقية 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 828.6 مليار جنيه صعد مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.39 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 12.622 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 36 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 2460 نقاط ثم صعد أيضا مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 56 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 3530 نقاط حقق المنتخب السعودي مفاجأة مدوية في بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على نظري الارجنتيني بهدفين مقبل هدف في افتتاح مبارياته في البطولة حملت ثنائية الأقدر السعودية توقيع كل من صالح الشهري وسالم الدوسيري فيما جاء هدف الارجنتين الوحيد عن طريق النجم ليونال ميسي من ركلة جزاء وشهدت المباراة والغاء سلسة اهداف لمنتخب الارجنتين في الشوط الأول بسبب التسلل وبهذا الفوز حصد المنتخب السعودي أول سلسة النقاط في بداية مشواره نحو بلغ دور الستة عشر وتكون الارجنتين في موقف حرق قبل مواجهة المكسيك في الجولات المقبلة حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة القطرية دوحة مراسل التلفزيون المصري محمود شاكر محمود هل لك أن تطلعنا على الأجواء لديك بعد هذا الفوز التاريخي المدوي للمنتخب السعودي على الارجنتين برحب الكريم أكيد وبرحب جميع مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان طبعا مفاجأة كبيرة جدا مفاجأة كانت رائعة من المنتخب السعودي تفوق كبير على المنتخب الارجنتيني اللي كان مرشح الأول للفوز بالبطولة ولكن أداء قوي جدا من المنتخب السعودي بقادة هيرفي رينار واحد من أفضل المدربين اللي قادوا منتخبات كديرة جدا في أفريقيا وعامل أداء رائع أكتر من رائع مع المنتخب السعودي مش قادر أقولك الأجواء هنا عاملة زي الجماهير السعودية طبعا بسبب أن قطر والسعودية على الحدود بالضغط مع بعض بدأت تتوافت الجماهير السعودية بداية من أول مبارح بقطرة جبيرة جدا جدا ومبارح كانوا مليون كل الشوارع في الدوحة النهاردة كان فيه مسيرة جبيرة جدا قبل المباراة دخلوا على الاستاد وكان الاستاد كله تقريبا تلت ترباعه سعوديين عاوز أقولك بعد المباراة الجمهور السعودي عامل مسيرة جبيرة جدا من الاستاد اللي وسيل لحد اللي وسيل بوليفارد ودي إحدى الفانزونزة وإحدى مناطق المشجعين اللي موجودة في مدينة الدوحة كل الجماهير السعودية مبسوطة وفرحانة هزيج وأنشيد وفرحة في كل مكان وفي نفس الوقت الجماهير الأرجنتينية في حصرة كبيرة جدا جدا بعد مباردو هم أعدادهم كبيرة جدا يعني يمكن أقولك أكتر 3 أو 4 منتخبات ليهم جماهير هنا ممكن نقول المنتخب السعودي ومنتخب المكسيكي ومنتخب الأرجنتيني والبرازيلي ولكن الأرجنتينيين مبارح بعد ما كانوا متفوقين بشكل كبير في سوق واقف أكتر من 10.000 متفارق كانوا موجودين في سوق واقف أفلوا سوق واقف ولكن طبعا بعد المباراة كلهم اختفوا خالص عن الأنظار والجماهير السعودية هي اللي مالية كل الأماكن في نفس الوقت اللي أنا بتكلميك فيه ده فيه مباراة تونس تونس الحالية بتلعب مع الدنمارك مباراة قوية جدا انتهى الشوت الأول بالتعادل 0-0 أيضا الجماهير التونسية موجودة هنا بقطرة كبيرة جدا أكتر جالية عربية موجودة بعد الجالية المصرية في قطر هي طبعا الجالية التونسية كل التوفيه طبعا نتمنى كل التوفيه للمنتخبات العربية ولكن نش قادر أقولك الأجواء هنا فعلا أكتر من رائعة المنتخبات العربية النهاردة أخيرا بدأت تأدي مستوات كويسة بعد طبعا الأداء كان مخيب جدا في مباراة الافتتاح ما بين قطر والإكوادور وبنتمنى أكيد التوفيه لكل المنتخبات العربية أشكرك شكرا جزيلا محمود شاكر مراسل التليفزيون المصري شكرا جزيلا على هذه المشاركة قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي يرافق رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق وسام عسكر وعدد من قادة القوات المسلحة بجولة تفاقدية لمقر القيادة الاستراتيجية وأشهد الفريق أول محمد زكي خلال الجولة بالجهد المبزول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت القيادة الاستراتيجية وفقا للمدة الزمنية المخططة مؤكدا حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية في شتى المجالات ومؤكبة التقدم العلمي والتقاني لتعظيم الاستفادة من كفة الإمكانات بما يسهم في تطوير منظومات العمل داخل المؤسسة العسكرية وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري والأتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء وثيقة شكر من الأمم المتحدة لمصر على استضافة وتنظيم مؤتمر المناخ كوب تونتي سابل بشرم الشيخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن أوكرانيا قد نجت من كارثة نووية على وقع تزايل الهجمات قرب محطة زابوريجيا وفي أولى مفاجآت مونديال قطر المنتخب السعودي يفوز على الأرجنتين بهدفين لهدف وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة تحية لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر